وإلى أخبار كأس العالم حيث تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى دورة 16 بكأس العالم 2022 وذلك بعد فوزي على نظير البرتغالي بهدفين مقابل هدف وحيد في ختام دورة المجموعات بالموانديال بهذا الانتصار رافع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة ليحسم تأهل خلفاً للمنتخب البرتغالي الذي يتصدر المجموعة برصيده ست نقاط تغلب منتخب أوروكوي على نظيره الغاني بهدفين نظيفين ضمن مواجهات المجموعة الثامنة بكأس العالم 2022 ودع المنتخبان النهائيات بهذه النتيجة بعدما رفعت أوروكوي رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف كوريا الجنوبية بينما تجمد رصيد غانا عند ثلاث نقاط في قاعدة ترتيب ترجمة نانسي قنقر